في سفر التسنية 21 آية 18 أرجو أن نطلحها بس واحد بيقول لي في آية 18 أنا كنت اتكلمت عنها بيقول إيه موسى إذا كان لرجل ابن معاند ومارد خلي بالكم إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه ما بيسمحش ليهم بيبهدلهم كان يعملوا إيه يقول لك يمسكوا أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولون لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد ولا يسمع لقولنا وهو مصرف وسكير فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخفوه نقف عند هنا نقف عند هنا بس صاحب السؤال بعث لي الآية دي وبيقول لي إيه أنت قلت ما فيش واحد الوصية دي اللي كتبها موسى ولا واحد في إسرائيل نفسها ولا واحد طب ربنا بعثها ليه ده السؤال بيقول ما حدش نفسها ما فعناش ما سمعناش من أول موسى إلا يومنا هذا أب و أم جابوا ابنهم وقالوا ده ابننا معاند وسكير ورجموه ورجموه ما حصلش الكلام ده فعلا ما حصلش ما حصلش واضرب لكم مثالين علي الكاهن أولاده كانوا إيه كانوا وحشين جدا عمل معهم حاجة حبلاش علي الكاهن أب شلوم ابن داود اللي كان عايز يقتل أبوه وطلع عارف لما يقاب رح يحارب أب شلوم يقولهم إيه ترفقوا بالفتاة أب شلوم خلوا بالكم من الولد ده ولد برضو ده حتة مني مع أن عايز يقتل مين عايز يقتل أبوه فمحدش نفس إنه فعلا إنه أب وأم فيكم ياخدوا ابنهم أو بنتهم ويسلموه للموت مش هتحصل فصاحب السؤال بيقولك كتبت الوصية دي ليه ربنا عايز يعمل مقارنة بين محبتنا لأولادنا ومحبته لإبنه الحبيب محبتنا لأولادنا محدش نفذ الوصية دي ومحبته لإبنه الوحيد عشان خطر عيوننا ضح بيه عشان كده حط الآية اللي بعديها آية 22 على طول وإذا كان على إنسان خطي حقها الموت وعلقته على خشبة ده بيشور على مين على المسيح فلا تبت جسته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا يعني تسفوا محبة ربنا لنا ضحى بابنه الوحيد اللي لهو مارد ولم يسمعش واللي هو كامل في كله عشان إحنا وإحنا ما بنرضاش نضحب أولادنا إيه الوحشين ده اللي بيبين لنا محبة الله لنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة